بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شهر الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله بنائي طلاب وطالبات الصف الثاني المتوسط الأبطال من معاهد وبرامج التربية الفكرية في درس تديد في مادة التربية بدنية معي أنا أستاذ ماجد الحميدان درسنا لهذا اليوم سيكون استلام الكرة يا أبطال في الدرس رقم 2 قوانين وتعليمات التعلم عن بعد أول وأهم القوانين جهز كتبك ودواتك التي تحتاجها قبل بداية الدرس استمع للدرس بكل تركيز تابع الدرس حتى انتياء الوقت المخصص حتى تحصل على الفائدة كاملة يا بطل فواعد ممارس تنشاط الرياضي يرفع مستوى رياقتك القلبية التنفسية يحسن صحة عقلك ومزاجك يحافظ على وزنك الصحي المناسب يقيك من عدة أمراضك أمراض السمنة والسكري من الدرجة الثانية كفان الله وياكم شراي يجعلك قادر على ممارسة جميع أعمالك خصوصا الرياضية إلى ولياء الأمور الأفاضل نطلب منكم التواجد أثناء فترة البث لتوجيه الأبناء وإرشادهم تكلمنا عن أهمية ممارسة الرياضة أول تمريم معنا هذا اليوم الجري الخفيف في المكان وكفين في مكان مناسب وآمن على قدم ينقف بسدين الزي الرياضي مع بعض جري خفيف في المكان تمريم جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثلاث 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 أربع خمس ست سبع ثلاث 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 يعطيكم العافية أبطال ننتقل للتمرين الثاني تمريم سكوات نفتح القدمين بالتسعة الكتفين نظر الأمام ليدين أمام مقدمة ثلاث نحفظ التوازن والنزول بهذا الشكل والصعود بهذا الشكل أبطال جاهزين مع بعض تمريم جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع مان تسع عشر واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع همان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال ننتقل لتمرين إطالات وأول تمرين معنا للعضرة الخلفية للفقص من خلال المدى حتى قدمين نبدأ بقدم اليمين النزول الثبات على كل قدم لمدة عشر ثواني ونبدأ بالقدم اليمين بشرط ألا تثني الركبة أبطال تكون ممدودة قدم كاملا بشكل كامل جاهزين مع بعض تمريين ابتدي واحد نين راثة أربعة خمسة ستة سبعة همانية تسعة عشراء القدم الأخرى أبطال يعطيكم العافية أبطال ننتقل لآخر تمريين للعضرة الأمامية من خلال سحب القدم من بريدري من نوال يسار باليد اليسار باليد اليسار جاهزين أبطال مع بعض تمريين جماعة يبتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع مان تسع عشر قدم الأخرى أبطال واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع مان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال كذا نكون ننتهي من أداة التمرين الرياضية تذكر دائماً يا أبطال ممارس الرياضي يتطلب وجود الطاقة وأكيد وجود الطاقة أبطال من خلال النوم المبكر تجنب السهر أخذ القدر الكافي من النوم ليلاً بعد ذلك اكتنا وغذائك الصحي مناسب فطور غداء وعشاء وفي وقاتها الصحيحة وابتعدان غذاء الضاري أبطال بعد ذلك شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم حتى لو لم تشرب العطش بعض الطلاب وبعض الأبطال لا يشرب الماء اللي عند العطش وهذا السلوك خاطئ يفترى شرب الماء طوال اليوم حتى تعوض السوائل يفقد الجسم من خلال عملية التعرق خصوصاً أثناء ممارسة الانشيطة الرياضية ولا تستبدل الماء بأي مشروب آخر مثل مشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة يا بطل بعد ذلك اختر النشاط الرياضي الذي تفضله ومارس الرياضة باستمرار وبإذن الله ستنعم بحياة صحية وسعيدة دائماً يا بطل استلام الكرة في الدرس تكون ليدان يا أبطال ممدودتين في مسار اتجاه الكرة كرة قادمة من هنا يا أبطال ستستلمها تكون ممدودة بهذا الشكل الكرة يا أبطال قادمة الأسفل ستكون ليدين الأسفل الكرة قادمة من الأعلى ستكون للأعلى باختصار حركة يدك تقترم بحركة اتجاه الكرة لو كانت الكرة جهة اليمين ستنتقل يدي جهة اليمين لو كانت للأعلى وتتطلب قفز أيضاً أقفز لاستلام الكرة حسب موقعك يا بطل وحسب اتجاه الكرة اثنين تثنى الذراعان عند التقاء الكرة لامتصاص قوة اندفاع الكرة كرة سريعة قادمة أول ما أستلمها تثنى اليديني أبطال خصوصا جهة الصدر حتى أتأكد من استلام الكرة وهذا دائما لحظة في كرة اليد في كرة السلة حراس المرمى في كرة القدم لذلك إذا كنت ممن يمارس هذه الألعاب ستتعلم أن امتصاص الكرة يكون بالوقوف في المكان الصحيح إذا كانت الكرة بشكل سريع ممتدة أكيد مجرد ما أستلمها أثنى اليدين لمحاولة السيطرة على الكرة يتعدى الوضع اليدين بحسب مستوى طيران الكرة يكوني أبطال لو كانت الكرة عالية أستلمها بعد ذلك يتعدى للوضع الطبيعي بعد استلام الكرة تتحكم أكيد الكرة القادمة إما من المنافس بشكل خاطئ أو من الزميل اللي راح يمرر لي أبطال أربع عند استلام الكرة من الأعلى تكون الإبهامان متقابلتان أما عند استلامها من الأسفل تكون إبهاما متعكستان شوف الإبهامان هنا يا أبطال عند استلام الكرة راح تكون الإبهامان أكيد بالشكل هذا بالشكل هذا للخارج الإبهامان للخارج نرى الإبهام من يمين وإبهام اليساري أبطال أما إن كانت للأعلى فرح تكون الإبهامان أبطال رح تكون الإبهامان أبطال متلاصقتان يا بطل شايفين بهذا الشكل تكون متلاصقة يا أبطال يجب متابعة مسار حركة الكرة بالعينين مراعيا مد وثنيا ليدين قبل وبعد لقفها يا أبطال لازم أتابع حركة الكرة يا أبطال قادمة دائما أكون في وضع تركيز قادمة من هذا الاتجاه أكون دائما جاهز يا أبطال قادمة من هذا الاتجاه أكون جاهز يا أبطال في أي اتجاه تكون مراقبة حركة الكرة يساعدني على استلام هوا مد وثني ليدين بشكل صحيح نلاحظ يا أبطال فيديو لعرض المهارة يا أبطال وفق الخطوات الفنية أولا اختار أستاذ مكان آمن ومناسب لأداء المهارة اثنين استخدم وسيلة مناسبة كرة بلاستيكية لأداء المهارة طبق الخطوات من مسافة قريبة حتى يسهل على الطلاب أداء المهارة بشكل جيد بعد ذلك يا أبطال بدأ باستلام الكرة بشكل صحيح نشوف الطالب يبتح ليدين الإبهامان متعكسان لأن الكرة من الأسفل يا أبطال ناحظ طالب يكون نظرة تجاه الكرة وفي مسار تجاه الكرة يمد الذراعين ثم يثنيهما يا أبطال أكيد الكرة خفيفة وكلما أكيد زاد الأستاذ مصعبة المهارة يزيد من السرعة يغير الكرة يزيد المسافة الأهم أن يتدرج بأداء المهارة نشوف هنا البطل آخر يؤدي الخطوات الفنية مثل ما ذكرناها يا أبطال نشوف هنا فيديو الاستلام الكرة من الأعلى تمدر يدين حسب اتجاه ومسار وحركة الكرة يا أبطال نشوف هنا أيضا يا أبطال يقفز ثم بعد ذلك يمد الذراعين ثم يثنيهم يا أبطال استلام الكرة بشكل صحيح هذه هي مهارة استلام الكرة تستخدم كثير من الرياضات تعلمها بشكل جيد يهيئك لإيطاء معرفة مهارات كثيرة خصوصا في كرة اليد كرة السلة ولحراس المرمى في كرة القدم وهذا يا أبطال أكيد جانب مهم يجب تعلم المهارات الأساسية حتى تتعلم المهارات بشكل جيد في المستقبل يا بطل ما ينبغي مراعاة التدرج في أداء المهارة استخدام أدوات مناسبة لأداء المهارة أداء الخطوة الفنية كاملة بشكل صحيح واختيار مكان آمن لممارسة المهارة أو النشاط يا بطل سؤالنا الأول هل يكون أداء مهارة استلام الكرة بطريقة صحيحة بيد واحدة؟ إجابة خاطئة يكون بيد واحدة ويكون بكلتا اليدين ودائما يبطال غالبا باستلام الكرة يكون بكلتا اليدين يا أبطال ختاما يا أبطال طبقوا الخطوات الفنية حتى تتقن أداء المهارة ودومتم بصحة ونشاط